يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم أنا أم ونذر واليوم رح نعمل مع بعض حلة كتير بسيط وسهل بمكونات قليلة أنا بكتب المقادير تحت الفيديو وكمان بحكيها وأنا عم اشتغل يلا سوى نشوف المقادير وطريقة التحضير عندي هون علبتين من البسكوت السادة إذا بتكون ياه بالقطع أنا هون يعني دولي بيطلعوا تقريبا خمسين قطعة رح ضيف عليه حليب هدا الحليب بارد طبعا أنا اللي مستخدمته بدي حط عليه ثلاث أكواب من الحليب بالنسبة للإضافات الثانية كمان رح حط معلقتين كبار من الكاكاو الخام المر وبدي حط معلقة من النس كافي طبعا هلا أنا بدي اتركوا لحتى يتشرب شوي البسكوت الحليب بس بدي حط عليه كوب من السكر فيكن تقللوا كمية السكر إذا بدكم بس لأن لهذا نحنا مستخدمين كاكاو مرفا رح يقلل شوي من الحالة هلا بعد ما حطيتهم كل المكونات بدي اتركهم تقريبا شي دقيقتين ثلاثة لحتى يتشرب البسكوت كامل الحليب وصير عندي طريق الطبق اللي تحت بده تكون بلا شتة يعني صير طريق أنا بخلطهم لحتى كله يداخل مع بعضه هلا صار عندي هيك به القوام هذا شايفين كيف داخلوا كلهم وصارت حبة البسكوت أقل رح ضيف علي كوب من المي بخلطهم شوي مع بعضه هلا فيكن تحطوه مثلا بالخلاط تبع الكوكتيل أو إذا عندكن الخلاط هدا فيكن تضربون أنا بدي يهون كلهم يداخلوا مع بعضهم وصيروا بشكل سائل هلا بدي شوف أنا القوام يعني بخلطهم هذا أنا بلاقي شوي تقيل لهيك أنا رح ضيف عليه شوي كمان من الحليب ممكن إذا البسكوت عندكن يكون يعني ما كتير ناشف رح تلاقوا هاي الكمية كافية فأنا رح ضيف نص الكاسة من الحليب أو ممكن ضيفوا نص الكاسة من المي أو ممكن ما تحتاجوا أنتو بس أنا حتجت يعني لقيت هيك القوام هذا أفضل يعني أنتو ممكن تستخدموا بس ثلاث أكواب من الحليب وكوب من المي هون جبت هذا الجلاتين رح حط علي معلقتين من الجلاتين معلقة كبيرة بدي خلطون يعني هاد الجلاتين بالحليب أو بالمي بتلاقوه شد وصار عبارة عن كتل عادي هذا الطبيعي إنو تكون هيك هلا لأنو أنا هلا هدا بدي أخده ورفعه عن نار بس هو صار تعرض للحرارة رح تلاقوه رجع صار عبارة عن سائل بفرغوا بأي مقلاية أو طنجرة وباخدوا برفعه عن نار هلا أنا بستمر بالتحريك لأنه هدا رح تلاقوه جمع كمان فتكون تنتبهه يعني شايفين هلا فيه شوية هيك من الكتال عادي بضل بستمر بالتحريك لحتى يصير كله ناعم وما بيعود عندي في حبيبات خلاص بوقف عن التحريك ممكن تسكبوه بأي بيريكس أو تحطوه مثلا بزبادي أو تحطوه مثلا بأوالب السيليكون يعني اللي بتلاقوه مناسب لكم فيكم تحطوه أنا حطت كمية بالبيريكس وتركتهم قسمتهم كمان برجع بخلطه يعني لحتى يضل عندي ناعم ما كتير يتقل وحطيته بأوالب السيليكون شغلته كتير كتير بسيطة هالحلاء وطعمته كتير طيبة يعني وقت بتكونوا تجربوا ما بتعرفوا ان انتو عم تاكلوا شوكالا ولا عم تاكلوا مثلا شيء مثل الدانيت أو يعني طعمته كتير طيبة كونه هو عبارة عن بسكوت بس والكاكاو اللي فيه هلا طبعا أنا بدي تركه بالبراد لحتى يبرد تماما ويتماسك وبعدين بنقدم من بعد ما برد عندي فيكن هادا تقلبوا او تخلوه على وضعه هيك بدون قلب كمان بيصير يعني بس حرروا من الأطراف وقلبوا راح طالع هدول تشوفون كمان كيف بيطلع منظرهم هدول كتير كتير طلعوا حلوين وقطع صغيرة يعني أسهل للأكل ومنظرهم كتير حلو شافين كيف طلعوا طبعا هو ما بيكون جامد مثل الشوكالا يعني بيضله طري وللتزيين فيكن انتو زينو بالطريقة اللي بتكن يا انا هادا طلعتو الصراحة من القلب بس عزبني شوي يعني راح لكن الصراحة واتقمتو شق معي من على الطرف شوي عادي يعني بس انا زينتو هيك بالشوكالاة السائلة ممكن تحطو على وجهه مثلا جوز هند او تحطو شوكالاة بيضاء ببين اوضح كمان بالتزيين بس طعمتو كتير كتير طيبة بس جربتو راح يعجبكن كتير راح هلا طعا تشوفوه كمان يعني من هذا اللي حطيتو بالبايريكس هاي شافين كيف ملمسة بتكون هيك متماسكة وطرية الحلة كان مناسب يعني انتو اذا بتكون تخففوا هذا بيرجع للكون انا لقيت انه هذا الحلة كان مناسب كون استخدمت الكاكاو والمر فعدل بعضه يعني اذا عندكن اي استفسارات او اسئلة فيكن تكتبو ليها بالتعليقات انا بجاوب على كل التعليقات ويالا تكتبو لي كمان انتو من اي بلد عم بتتابعوني بحب اعرف كل واحد من اي بلد عم بتتابعني شافين كيف طري وقتو بنناكله بيكون طري ما نوه كتير جامد وطعمته كتير كتير طيبة بتمنى يكون عجبكن شغلي لليوم اذا حابين تدعموني عملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على القناتين قناة مطبخنا السوري وقناتي الله نتحلى اشتركوا في القناة